شاهدين أثار موقف رئيس الحكومة العراقية حمد شياع السوداني المؤيد لبقاء القوات الأمريكية في العراق أثار جدلاً واسعاً وجاء الجدل على خلفية أن السوداني يمثل قوى تلافية دعت كلها خلال الحملة الانتخابية إلى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها أمريكية مشيراً إلى أن القضاء على تنظيم الدولة سيستغرق بعض الوقت هذا وصوب العديد من النشطاء والمراقبين انتقاداتهم لأحزاب الإطار التنسيقي التي لم تبدعي رفض لموقف السوداني واعتبر النشطاء أن هذه الأحزاب ترضى أو ترضي إيران برفع شعارات الانسحاب الأمريكي وتسترضي واشنطن بقبول الموقف الحكومي المؤيد لبقاء القوات العراقية كما يكشف الموقف العراقي عن شكوك رسمية وحزبية من قدرة القوات العراقية على الدفاع عن البلاد في وجه هجمات تنظيم الدولة نتابع الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة والقضاء على تنظيم الدولة يحتاج إلى المزيد من الوقت بهذه الكلمات وضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رأيه بخصوص وضع القوات الأمريكية المتمركزة في العراق تصريحات أثارت العديد من التساؤلات خاصة وأن السودان منتمن إلى الإطار التنسيقي الموالي لإيران والذي بنى حملاته الانتخابية على أساس العداء للوجود الأمريكي في البلاد ولتدخل واشنطن في القرار السيادي للعراق إلا أن الواقع على ما يبدو حزب محللين مختلف بعض الشيء عن التصريحات الانتخابية السوداني أكد أيضا خلال مقابلة مع صحيفة الأمريكية غولستريت جورنل على أن القوات الأجنبية الموجودة في العراق على رأسها القوات الأمريكية وحلف الناتو لا تزال تعمل على مكافحة تنظيم الدولة وتدريب وحدات من القوات العراقية على قتال التنظيم محللون يرون أن موقف السوداني نابع من توجهين أولهما براغماتي صرف أي إنه وليد حسابات سياسية راهنة وضاغطة فالمرحلة السياسية والأمنية الحارجة التي يمر بها العراق وباتبع الإطار التنسيقي لا تسمح باستعداء القوات الأمريكية والغربية خاصة مع عودة هجمات تنظيم الدولة والاشتباكات المتكررة مع القوات العراقية كما أن تصريحات السوداني نابعة أيضا من استضام بواقع المفارقة الواضحة والحتمية بين الخطاب السياسي وحقيقة الأمر الواقع الذي يفرض على السوداني وعلى غيره في الإطار وحتى على الحليف الإيراني التعامل مع حقيقة استمرار الوجود الأمريكي في العراق بطريقة مختلفة أي تقبله أمرا واقعا لا مفر منه وكذا تقبل أن الدور الأمريكي مؤثر وبشكل كبير على الساحة السياسية العراقية وبين الدوافع الحقيقية وما يفرضه واقع الحال يبقى العراق حبيس القرارات الخارجية في أكثر الملفات حساسية وهو الملف الأمني وتبقى التجاذبات بين القطبين الأمريكي والإيراني تمزق القرار العراقي وتضع مصلحة الشعب والبلاد في آخر سلم الأولويات مشاهدين للمزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو سيد مازن التميمي الكاتب والباحث العراقي ورحب بك سيد مازن بداية كيف تقرأ موقف رئيس الحكومة العراقية من بقاء القوات الأمريكية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكستار الزادوة إلى القناة وإلى المشاهدين الحقيقة متوقع هذا التصريح لأنه ينبغي على السوداني أن يشعر أو يوصل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن العراق سياستة أو مصالح لا تتقاطع مع وجود هذه القوات على أرض العراق أنا في تقديري هو السوداني ولا حكومة المنطقة الخضراء قادر على أن تتخذ أي قرار في صدد القواعد العسكرية لأنه أمريكا عندما احتلت العراق وجاءت وبنت هذه القواعد ما جاءت للنزهة ولا جاءت حتى تغادر بالعكس هذه القواعد باقية وستبقى ومعروف أنا أتفق مع الكلمة الأخيرة من تقريركم الذي قال أنه القرار العراقي السياسي هو حبيث للخارج أو للدول الأجنبية نعم أنا أعتقد هو أراد أن يشعر أو يوصل رسالة للأمريكان أنه العراق قرار مستقل والقرار العراق أنه لا يتأثر بالأصوات التي تطالب بالسحاب القوات الأمريكية وتحديداً لأحزاب الموالية إلى إيران أو إيران بالتحديد وهذا متفق علي في زيارة عندما وصل إلى سدة الحكم أول زيارة كانت إلى إيران كانت هناك مساحة كبيرة من النقاش أعطت الضوء الأخضر إلى السوداني أن يتحدث وهذا هو مبدأ التقية أنه يتحدث وحتى لو تهاجم سياسة إيران أحياناً من أجل أن تبقى إيران داخل الملعب العراقي وهي الرقم الأصعب بالمعادلة حتى وإن كانت أمريكا موجودة في العراق أيضاً أراد السوداني في هذا التصريح أن يرضي الطرف الآخر الذي يريدون أو العلاقات المتميزة بين هذه الأحزاب بعض منها مع أمريكا فأراد أن يوازن في هذا الموقف ولكن أنا أعتقد هذه نفس السياسة استنساخ للعبادي وإلى عاد العبد المهدي وإلى المالكي كلها كانت أيضاً تطالب بقاء القوات الأمريكية اللي احتحت ذريعة محاربة داعش وتنظيم القاعدة والعراق واحى أصبح للأرهاب وبالتالي وجود القوات الأمريكية أو الدولية عامل مساعد للقوات العراقية أنا أعتقد التصريح هو مجرد للاستهلاك المحلي لأكثر ولكن هذا التناقض الواضح من قبل السوداني والأحزاب أحزاب الإطار التنسيقي التي صدعت رؤوس العراقيين كما يقال خلال الحملة الانتخابية بضرورة سحب القوات الأمريكية من العراق هل يحاسب الناخب العراقي الذي انتخب هذه الأحزاب هل يحاسبها على هذه المواقف اليوم عندما باتت في الحكم باتت ترضى بوجود القوات الأمريكية أستاذ زياد الإطار والأحزاب الشيعية الموالية إلى إيران ما تقوله وتعلن عنه ليس هو حقيقة الموقف الرسمي لهذه الأحزاب هذه الأحزاب لن ولن تنقطع عن الحوار مع الأمريكان خلف الكواليس وبالعكس حتى المالكي إجا إلى سدة الحكم بتوافق أمريكي إيراني وكل رؤساء الحكومات في العراق يتون بتوافق أمريكي إيراني وهذه الشعارات أنه ضد أمريكا ومطالبة القوات الأمريكية هذه كانت الشعارات من أجل دغدغة عواطف الشارع على أنه هذه الأحزاب رافضة للوجود الأجنبي والوجود الأمريكي لكن في حقيقة الأمر هي بالعكس هي متعاونة ومتفاعلة مع هذا الوجود وبدليل أنه حتى هذا التصريح الذي سبق الآن صرح السوداني لأنه يسبق زيارته إلى واشنطن أراد أن يوصل رسالة للإدارة الأمريكية أنه الإطار التنسيقي لأنه جاء بقطار الإطار التنسيقي إلى سدة الحكم في رئاسة الوزراء بمعنى أنه الإطار التنسيقي أيضا هو موقف أن تبقى القوات الأمريكية في العراق الحكومات المتعاقبة في بعض الاحتلال لا يهمها الناخب العراقي لأنه الانتخابات ليس انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وبدليل حتى أنه في انتخابات ما قبلها الأخيرة كانت مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات لإثقة الناخب العراقي بأنه لن يتغير المشهد السياسي وهذه تدوير للوجوه وبالعكس ربما ينتقل الحال من سيء إلى أسوأ فبالتالي هم لا يفكرون بمصلحة الشارع والشعب العراقي لأنهم مدعومين دوليا من إيران ومن أمريكا وهذه العملية السياسية تبقى على أساس المحاصصة وتبادل الأدوار ولو كانوا حريصين على رأي الشارع العراقي ما كان حصل هذا الفساد ولا كان حصل هذه المحاصصة وهذه الطائفية وهذا الجرم اليومي تستهدف الانتفاضة وأبناء الانتفاضة بالسجن وبالاعتقالات وبالقتل فأنا أعتقد أنه الآخر ما يفكر بالسياسي العراقي هو مصلحة الشارع أو الشعب العراقي ولكن سيد مازن إلى أي مدى يمكن القول بأنه مثل هذه التصريحات ربما تشير بشكل أو بآخر إلى تمزق العراق أو طبقة السياسية العراقية إذا صح التعبير بين الولاء لإيران أو الولاء للولايات المتحدة أو ربما الولاء للعرب والعروبة كما ظهر في كأس الخليج مؤخرا في البصرة وكان هناك حديث كثير عن عودة العراق إلى حضنه العربي أنا أعتقد نبض الشارع نعم كل الشارع العراقي والشعب العراقي يريد أن يعيد العراق إلى الحضن العربي لكن الطغمة الحاكمة في العراق لا تريد أن تعود إلى الحضن العربي لأنها تتأثر بالسياسة الإيرانية أنا أكد لك أنه مع الأسف الشديد حتى الأشقاء العرب والحكام العرب يعتقدون بأن هذه الحكومات المتعاقبة من خلال هذا التصريح ومن هذا التوجه أنه فعلا هي تعود إلى الحضن العربي لا أنا أعتقد العراق مخطوف إيرانيا ومن يتصدر المشهد هما زعماء وموالين إلى إيران والقرار الإيراني هو الذي يسير في العراق وبدليل أنه الآن كل هذه الحكومات المتعاقبة غازلت الأنظمة العربية وللأسف الشديد بعض الأنظمة العربية خدعت ببعض التصريحات وببعض التقارب وبل دعمت وأنا أعتقد أنه نعم الشارع العراقي فاقد الثقة بهذه الحكومة وأنا أعتقد حتى عملية العودة إلى الحضن العربي هذه مجرد شعار لا أكثر ولا أقل لأنه حقيقة الأحزاب الموالية إلى إيران لا تؤمن بالعروبة ولا تنتمي للعروبة وإثاثا تؤتمر بأوامر إيران وبل تعتبر إيران هي الدولة التي ينبغي أن يكون العراق جزء من هذه الأمبراطورية وهو الحاضن الآن إيران تعتبر نفسها العراق القاعدة الخلفية لها ولذلك هناك مساحة من القبول أن إيران تسمح لحكومة المنطقة الخضراءة الصرة بقدر أن تستفيد هذه الحكومة من الدول العربية سواء على صعيد الكهرباء الخدمات الدعم المادي وأما على الحقيقة الآن ما قدمت هذه الحكومات إلى الأشقاء العرب العكس نلاحظ أنه التهجيد مستمر وتتهم هذه الأنظمة العربية على أنها أنظمة إرهابية وموالية إلى داعش وغيرها من هذا الشكل أنا أعتقد سيد الفاضل نعم هناك قناعة لدى الشارع العراقي يجب أن يكون العراق ضمن الحاضن العربية والعراق هو عربيا سواء قبلت إيران أو لم تقبل الخليج هو عربي سواء قالت إيران أو غير إيران العراق عربيا والعراق سيبقى عربيا لكن للأسف الشديد لم نلمس من الأشقاء العرب ولا من النظام العربي الرسمي دائم لهذه الأصوات بقدر ما أنها تدعم حكومات الاحتلال وتفتح أبوابها لهذه الحكومات وهذه لن تخدم العراق ولن تخدم الأمة طيب سيد مازن يعني إلى أي مدى كشفت تصريحات السوداني أن الجيش العراقي الذي صرفت عليه المليارات من أجل التسليح والتدريب وما إلى ذلك أنه حتى الآن عاجز عن القيام بدوره بواجبه في حماية العراق وفي محاربة الإرهاب أو الأعداء الخارجيين أو ما إلى ذلك أستاذ الزياد هو هذا يراد من هذا العمل أو هذا التصريح مثل ما تفضلت أنه هذا الجيش الذي صرفت عليه المليارات بينما كان الجيش العراقي في زمن النظام الوطني كان رابع أو خامس جيش بالمنطقة ولذلك كان دورة كبير ومؤثر على مستوى العالم من خلال ما قام به في كل الحروب التي خاضتها الأمة كان يدافع عن حياض الأمة هذا الجيش الذي صنعه بريمر بعد أن حل الجيش العراقي أريد له أن يكون ضعيفا أريد حتى لو تصرف كل المليار بدليل أنه جزء كبير من هذا الجيش هو جيش مليشياوي دمج من خلال هذه الأحزاب المليشياوية وأصبحت قيادات في هذا الجيش وهذه القيادات ولا أهل الأحزاب وليس ولا أهل الجيش وليس ولا أهل الدولة وتعتمر بأوامر زعماء المليشيات وقسم منهم أساسا هم رؤساء لبعض الأحزاب في المليشيات اثنين أنه نعم هذه هي أيضا حتى تبقى دريعة أنه العراق محتاج إلى قوة أجنبية أن يتحافظ على سيادة العراق وسماها العراق وهو وأنا أعتقد هو هذا أيضا اتفاق أمريكي على أن يبقى العراق جيشا ضعيفا لأنه العراق ربما إذا كان لديه جيش وخصوصا عنوان الجيش إذا كان وطني ومهني ربما أن يكون له دور في تغيير موازين القوة سواء على الصعيد الأقليمي أو الصعيد العربي أو حتى داخل العراق عندما يكون هناك جيش وطني معناته ممكن أن يكون هذا الجيش له دور كبير في إسقاط النظام الفاسد لكن لا يراد للجيش العراقي أن تكون فيه قيادات وطنية عسكرية مؤمنة بالوطن ومؤمنة بالدفاع عن الوطن بقدر ما أن يكون هذا الجيش هو جزء من النظام الذي هو نظام المحاصصة والطائفية حتى قيادات الفرق بالجيش العراقي موزعة على أساس طائفي وليس مهني وأنا أعتقد سيبقى الجيش العراقي غير قادر على أن يدافع عن العراق وسيبقى أسير لهذا النظام الذي صنعه الاحتلال وبدعم إيراني أمريكي أشكرك جزيلا سيد مازين التميمي الكاتب والباحث العراقي على حضورك مال شكرا لك جزيلا كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ألقاكم بخير